السلام عليكم كديري لابس عليكم اموركم هانيان اتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يلقيكم في احوال طيبة كيف ما شفتو من العنوان هادا فيديو ديال نهار العيد ما بديتش كنت اول اصراح نبدأ نهضر معكم هو الول ونشوفكم وتشوفوني عادك ساعة نكملوا الفيديو ولكن رعوت لكم ديجا نهار ديالت حضيرات نعسى هنا يغيشي ساعة ومس هكاك فقط كنوجد في الفطور مشال حال ما وجدت لماع اللوالودة بيتشود انا في الليل كنوجد كل شي كنقض الطبيلة كنحط الحلوة كنحط الفاكية كيبقى غيب حال هكا الشي الاخور لي كيبيت تسخن هو اللي كنخليطه الصباح واتاي كنصيب البلاطولة الصينياد قاتاي كيبقى غياتين عمروا دابا ما درتوالو اول حاجة بديتها كنحط حطيط المسمن والحرور شاهدوك غير خديتهم ما صوبتهم شهنية الفاكية كنجر كل شي لذك شي لقسم الله اللي كاين هكا كنحطه في طبيصلات عفتي المهم كيقيت لكم البلاطولة حتى المعن اللي غادي نحط كنج بد من هنا ومن هنا ومن هنا ماكنش مبريباري ما عنديش واحد ليدي وما عنديش حتى الوقت فين غادي نفكر مهم شفت شحال عندي قاعد الفاكية شحال ديالي بلاغي خصني سافي ودي بانيت شي من هنا شي من هنا اه اه حاولت هكا المقديمة في التم الدهبي هو باش خدمت وتقريبا هو قال عندي في المعن حاليا بزاف عندي فلانجنطي ولكن يمكن حيط تندانس والذي ما كان من الدهبي هنا هي الحلوة اه واحد غادي نوجه واحد رسالة شكرا للفاتيحة كنقولها شكرا بزاف على الحلوة تبارك الله ما شاء الله غزالة فارح كما عهدتو البنات عهدتوني دائما اه الحلوة كد ناخدها عند فاتيحة ومع مره صراحة حشماتني لا في العياد ليلة عندي شي مناسبة الحمد لله مع مره حشماتني في مشكلات اللي خديت عندها البهلاء غزالة عندها البهلاء خديت عندها ثلاثة شكيات الصابلي والكعبة بالنسبة للبهلاء والكعبة حطت كل شكل بوحده في بلاتو وهناي هاد البلاتو الكبير خلط في هاد ثلاثة شكيات اللي اندي دي للصابلي وعهدتوية البنات غزالين غزالين شه هو منهم تيدوبوا في الفم سافي عادية الطبيلة دينا دي للعيد هالربل ما يمكنش ما يكونش نهار اللي عيد ضروري منو وهذا الحلوة البنات او هات التورطة بغيتكم تجربوها وردو علي الخبار غزالة بزاف ولي داقها ما غاديش يقول واش مصيبة هكا بلاموس ببودر ديال لاموس الجهزة عتي كتبان شي حاجة بروفيسيونيل سيختو القاناش إلا درتوها بشوكولة غيش وكي قلت لكم هالربل احنا ضروري يكون نهار اللي عيد مع العسل ما يمكنش ما نفطروش بيت تحطي اللي حطت ايلا ما حطتيش في الطبلة كأنه ما كينش لعيد هكا درتات الطبيلة الكبيرة دي الصالوم حطيت فيها كيف مما شفتو هالربل والشي الاخر والفاكية وهات الطبيلة هاتي دي الكعنابي هات الطبل باس حطيت فيها هكا حلوة جيل دي وزاتاي وهناي هاد اللي ماجنوم تدركت في الوقت وهذا صافي واللي نغير خصار حالبنات اللي صايبوهم داروا لهم هدو كل خطيطات هكا في البيض من الفق انا في الصباح درت لي هم ديك البابيون بلابات سافي قدمت هكا الطبيلة بحل هكا كيف ما شفتو الصابلي كيكت لكم درس هنية بلاتو واحد جمع الكبير جمعت في هكا شكلات الصابلي والكعبة وهذا رحتتهم بوحدهم وهادو اه صراحة الماكاون جو غزالين مكينش اللي كلهم ومعجبوهم كتاكلوها الماكاون عامرين باللوس خليوني من دكشي ديال الباتيسري وساهلين غانو اللي ان شاء الله دائما نديرهم ندوز دبا من بعد ما فطرنا وضحكنا ونشطنا نط دبا نوجد الغداد شفتو التحضيرات الأولية حيطة البارح هنا شديد واحد البول درت فيه شوية الملحة وشوية ديالكنور والماء الطيب ودرت فيه ثلاثة المربعة ديال هادو شعريات الرز هذا هو القياس اللي ها يعمر لي اربعة ديالتجاجات هنا هيا غان ناخد انواع من خلطة مشكلة ديالاشاخ كوتخي خودوا اللي يعجبكم انا اخديت السوريمي الايدام القودا الموزاريلا هادو لانشون هادو كمبير اغزال كان ناخدوا عندما البروموسيون السلامي لداندفومي المهم اللي توفر عندكم خودوا خدموا به كل شي كيجيزوين سينو ما عندكمش قاعة ما عندكم ديرو غير الاجبن والكاشر وسيخته هذا ديال كمبير اغزال وغوزوين مهم خديت شاكو تخلي عندي كامل قطعتها هكا مربعات وكن حاول ديكساة من بعد سيخته مع الفرماجو الموزاريلا مع تقطعتها يلسق وخليت واحد القانطيته ما اصراح ما قطعت كل شي خليت واحد شوية واحد هكا شريحة نزين بهم لسالات حاولت نخلط كل شي هنا اخذت شامبينيون المعلب لكان طريقا احسن سنطيف مقيلة مع شوية الزيت البلدية والزبدة والتومى ببودر و شوية الملحة و شوية البزار سنطيغي شوية فقط وغادي نخليه برد شوية وغادي نضيفه الخالط لان اذا ضفناه سخون سيدو بلي الفرماج نفس الشي هنا من بعد ما صفيت الشعرية الصينية و قطعتها خليتها كيكت لكم صفيتها تسقطر شديتها صوتتها في شوية الزيت و شوية الملحة و شوية و شوية البزار و شوية توم بودرة و شوية الزبدة و شوية بشوية ما غادي نخليش كيف ماشتو خليتها محتو طغير من الفوق باش ما تدوبش لي الفرماج و غادي نضيفه واحد شوية تنشوف شنو هاي خلصني عاد نزيدها حيث كتبقى على الحساب الكيميين اللي قدرتوا لشاخ كتخي من بعد كذلك زيتون خضر مقطع الميمنية غاديلوا اللي بغيتو بيتو تزيدو حتى الخضر زيدوها كيبقى لكم اللي اختيار و كان نضيف الجبن جبن انا درت هذا كدر رائي تقدروا تديرو جبلي او لأي جبن بغيتو سافي شفت الكونتيت اللي درت شعريات الصينية ناقصة و اللي تزيدها كذلك جبن و غادي نخلط الكل مزيان حتى نساجمو دوك العناصر و تخلطليها الشعرية مع جبن مع ديك شخكوة خلي عندي و غادي نبدأ ديك الساعة نعمر بيهم ججج جغزال الواديك الشرمولة و حتى هذه الحشوة كانت تأتي المألوف منذ منذ جبنين والدينا ان نعمر أدجاجات و ناقصة جزء اللي امثل و بالنسبة لما غيرتوا تقدروا الخط ولكن صراحة ما تحتاجوش سوف نعمر دجاج مزيان من الداخل كيف ما شفتو راجمعتوه ونحاول هكا البلاسة اللي بنت ليها خوية نحاول نخشي فيها هكا الحشوة باش يجي دجاج عامر مزيان بالحشوة ونستمر بنفس الطريقة حتى نكمل القانونتات اللي عندي دجاج كاملة ونتأكد انني جمعت دجاج مزيان باش ما تتحلش ليها في الفران كي قلت لكم إلا شتو دجاج محلول بزاف حاولوا تجمعوه بالخيط انا دجاج حطيتو هكا على جنبو ونبدأ في الطياب ونبدأ كل مره نقلبوه على جنب الاخر حتى يشد فراصوه مزيان عاد في الاخر غادي نحطوه على صدر ديالو باش يوجد لي دغياء عندي لي شكل ديال بابيوت في الطياب غادي نلفوه مزيان بهذا البابيه كويسا وعاد غادي نشدك سع بابيه أليمينيوم وغادي نديرو ليه من الفق باش هكا اضغيت طيب الفرن اضغيته اضغيته على ماتين وخمسين درجة ونقلبوه مره 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 ونقلبوه ونبدأ بجنبوه ونقلبوه حتى نرى شدة راسها ونقلبوه على الصدر ومن بعد هذه اللصوصة لانه ضروري مع الفرماج سنجمعها في كاسرولة ونقلبوه قبل ربيع التومى العطرية الملحة و البزار للبرد الخرقوم العطرية الشاش وعاد قصبوريه ونضيفون قبل البلد ولنقلبوه وهناك تتحرم بزيان ونضيفونروا واحدة ربيع أضغيتهم المتطفل سوف نغطع لهم ونجعلهم طيبوا تجاجب من بعد ما سوف يطيب كي قلت لكم من بعد ما قلنا على جوانب كاملين سوف نشدوا وندهنوا بشوية السمن وسوف نجعله يتحمر والصوص اللي يتلق سوف نجمعها نطيبها ببوحدة بالنسبة للخضر اللي يسلق صداجة البارح اليوم في الصباح شديتهم وصوتيتهم في شوية الملحة، شوية الكامون، شوية التومة ببودر وزويتها بلدية، اللي بغز بدأ يديرها أنا ما كنضيفها شرباء بالنسبة للباربا بطبيعة الحال ما كنضيفها كنزيد لها شوية الملحة، شوية البزار شوية العسرة الحامض والربا وبصلة صغيرة كنقطعة رقيقة كنجيل جيدة سوف يكيق لكم وبنسبة لشوية بروكسيل وهذا البروكوليت هما نفس الحاجة دهما كنسطيهم وكنزيد معهم ورقة سيدنا موسى داجا حناية في الصليق أو اللفت بخارتهم أراه بخارتهم مع ورقة سيدنا موسى وفي هكا ندري سيلة سالات الخضيرة اللي عندي كلها كنحطها كنحط الخضيرة اللي قسم الله كلها في البلا خدمت به هدلي البلا هدو دي الايكيا سراحة كيجيوز بينين في الحطة كنجيلة سالات غزالة فيهم وبطبيعة الحال راني نفردشت الخصص لتحت الخصص دائما الغسيل اللي جاله كنغسلهم جيدا بالماء عاد كندروا في واحد البول في الماء والخل البيض كنخليه مرقد شوية عاد من بعد كندوس كنصف فيه بالنسبة الباقي السلطة عندينا الإبلي قمت معها الماييس الطون شوية المرتديلة المحكوكة والفرومج القودة مقطع عندي هنا يديك الشخ كنت خلقت لكم خليت شوية وعندي بيبي ماييس نقصلتهم خليتهم تقترهم بالنسبة لسلطة الإبلي كندير لها شوية دي البزار الملحة ما درتهاش حدجة الفرومج مالح والإبلي مسلق في الملحة وكندير لها زيت أرقن كندير لها غزالة بزيت أرقن ومن بعد كندير لها المايونيز وكنديرها في واحد الملحة السيخ كالدائر وكنبرزنتيها وهاك داجت لسلطة بنسبة البلادي الإبليزين كبسيري مموزاييك والفرومج القودة أنصف ودرت هنا واحد البيك كدرت فيه طومات سوريس شي وحدين درت فيهم لادان دفمي شي وحدين درت فيهم السلامي وقفتهم هكا في السلطة المهم اللي عندكم ما تكلفوش راسكم اه هنا يدك البيبي مايزت هما زينت بهم هكا حطيتهم سيباريت بهم الخضرة كل شكل على الاخر سيباريتوا بهذاك البيبي موزاييك بصراحة لسلطة زبينة وسيختم بنادمتي يكون ملف الصيام ما تجيش تعطي القصح للمعدة ديالك وبنسبة للدجاج ما تجيش غذال ما تشاهدتكم فيه بالنسبة لهذا لصوص هي اللي يطلق لي دجاج اللي كنت لكم قدرتها في طنجرة حتى طبخات مزيان وعقدات ودجاج حطيته هكا لصوص اللي طيبنا بوحدة ملحة محمودة قدرت قدرت ملحة ملحة دجاج وضع ملحة ومن بعد اخر حاجة لديسير دلاح هذي نتي وقته حطيت هكا دجاج هكا مشكلة الحمد لله دابا هاد الوقت كين كل شيء كين المزاح الخوخ الشادية المشماش المهم من قاعد الفوكيل لم يكونوا دائما في هذا الوقت الشيء الأخرى موجود الحمد لله على طول العام وهكا دوزنا نهارنا الحمد لله واخيرا انا جيت طلت عليكم البنات الحمد لله هذي واحد من نهار غزال كيف سبقو وذكرت لكم هذا اول عيد غادي نعيد في داري مدة تقريبا 11-13 سنة هذي مع من نعيد هذا اول عيد الحمد لله هذا جيد الحمد لله هذا جيد الحمد لله وحسنت بشكل حسنا هذا كان أحسن عيد بالنسبة لي جيت اكس بخي لكم هذه القنظورة التي جاءت معكم كيف تأتي في اللبسة صراحة تأتي غزالة كيف تأتي وكيف تأتي غزالة غزالة وكيف تأتي غزالة هنا سوف نحاول مع العلم لأن اللون لم يكن جيدا لأن هذا تسميت اللون سوف نحاول كيف تأتي هذا بعد حال على المغرب رمضان والحمد لك قلت لكم هذا نهار زبين وهذا ما يجب لكم هنا الحرقة البنات كيف تأتي بالصح رأي كيف تأتي 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 تقدم بالصح رأي الصباح ورم لي ورم 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 غير ورم مجموعة أخير الوضع جنز كيف تأتي مجموعة ورم هذه الوزاتي والفاكية التي تضعها من الأشياء كل حاجة أختيتها لديها جلتين لأنها الكسر لا يدخلون فيصل أخيي البراد أمضت بورشة والسخانة ليس لديها جابة والحمد لله القبيعة لأنها كانت مقطعة وجابة لديها جابة ونشربها لأشياء الناس نعست مع خمسة ونصف صباح وفقت مع سبعة صباح ميتة بالنعاس دابا دابا قرب ايو الدن باقي شوية ضو مهم قرب بشي ود المغرب سوف نمشي من دابا سوف نطح سوف نعاس ما نكتبش لكم الحمد لله هذا النهار جيد وخاقلت النعاس ولكن هذا العيار سبحان الله العظيم سوف نرى الناس لدينا فرحانين ونشطين وعجبهم الحال يهون هذا التعب يلا المهم جيت نباش نبان نبارك لكم العواشر نبارك لكم العواشر ولكن ما سألت كي قلت لكم يلا فقط يلا ما توجد الفطر سافي ومن بعد الكوزينة وبقى نقلثين مجمعين ونبارك لكم العواشر ونبارك لكم القناة دي ركي جات والبنات هذا الشي اللي بيت نقول لكم يلا السلام عليكم خليت لكم راحة البال نطلقوا ان شاء الله فيديو آخر السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة